أبراهيم تلعب في أمريكا، بدأت أصلاً في أمريكا، وقد تلعب في حتة قبلها، وما هي الأميال التي عديتت عليها حتى في أمريكا؟ أول حاجة، أريد أن أشكر حالك طبعاً على فتاة لبرنامج النهاردة، شرف ليا أنا بقالي حياتي كلها بلعب في أمريكا، بلعب في الأمريكي، ده نادي تابع ديش يونيتد في الـ MLS أنا كده تحت يعني الساكين بتاعهم بقالي موسم هناك تلوقتي، أنا بدأت كرة وأنا عندي تقريباً ست سنين زي ما كلهم قالوا كده، أنا بدأت في نادي صغير جنب البيت، أممتي خدتني وخدتني كياني إيه؟ أنا وحد صغير تحتني علعب مع ناس جدتوا نوبي بالحوالي فقط بس أنك تمارس رياضة؟ بالزبط كده، بعد كده واحد من المدربين بتوعي جاي تكلم معها لابنك ده مفروض يكمل في الكورة، ولعب كويس، فلغاية تقريباً 8 سنين، 9-10 سنين، معلش بعد كده روحت على نادي باير ميونيك، الأكاديمية بتاعتهم اللي في أمريكا فالمدربين بتوعي ألمان، أعدت هناك تقريباً لغاية ما كنت عندي 14 سنة، لا، 15 سنة، وبعد كده الوقت جاء، فكانوا لازم يعني أفلوا الأكاديمية ورجعوا على ألمانيا، بعد كده روحت نادي فيرجينيا ريفولوشن، ده نادي كنت كتم فيه، كنت كتم الفريق، ولعبت هناك لغاية السنة اللي فاتت، ودلوقتي مع لابنك أمريكي، أنا بلعب مراكز 8 أو 10، فزي ما حالك قلت كده عمر مرموش، إمام عشور، أنت بتلقى 8 أو 10؟ 8 أو 10، أصلاً أصلاً قلت بتتكلم أصلاً حسيتك لعيب حريف لا لا لا، 8 أو 10، أنا بقى، والله ممكن أقول حريف، دي مش يعني، مهمة زمانك ممكن يقول هو حريف ولا مش حريف أنا حسيتك أول ما قلت حريف عملت كده إيه، اللي هو مش حريف خالص لا حريف، بجد، ولا بتجمله، لا والله، قولي يا عم أقول طيب، أنا الأول بس عايز سألكو على حاجة مهمة جدا، عايز سألكو على عمركو كمان، أنت عندك كم سنة؟ أنان دي ساباتحر سنة ساباتحر